البرج الرائع جداً صاحب الشخصية القيادية القادر من خلالها السيطرة على الأشخاص اللي من حوله دائماً مصر يحقق أهدافه وطموحاته التي يسبو إليها وإن شاء الله سيكون دائماً النجاح حليفه أكيد أنا بحكي عن مولود برج الجدي الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسوني بالاشتراك ومهم جداً يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وللتواصل على طريق الواتساب تلاقوا رقم الواتساب تحتسبها للفيديو صندوق الوصف مرة أكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي كيف رح تكون معكم شهر ثمانية آب أغسطس 2003 وعشرين لقد تجاوزتم فترة كانت مش سهلة عليكم مليئة في العقبات والعراقيل وتعرضتوا لبعض خيبة الآمال من أشخاص كانوا عزيزين جداً على قلبك دائماً يا أصدقائي ما بتعرف الشخص غير لما اتجربه أنت دول الأشخاص مديتهم بيد العون وساعدتهم ولما أنت طلبت مساعدتهم ما لقيتهم جنبك وقدموا لك بعض الأعدار والحجج اللي ما إلها داعي تشعرون ببعض الوحدة رغم كثرة الناس حولكم هذا الموضوع رح يخليك تركز على مستقبلك وتغير بعض الأهداف اللي أمامك ستنجح بعمل إنجاز رائع جداً تلفت الانتباه إليك وسيعود لك بالدخل المادي الجيد تتلقى بعض الاتصالات الرائعة جداً من أفراد العائلة والأصدقاء اللي بترفع عندك الطاقة الإيجابية وتشعر في قوة الحظ تدعمه وخصوصاً في الأمور الوراقية إذا في أشخاص منتظروا خبر من محكمة أو أشياء من هذا القبيل إن شاء الله سيكون الخبر بصب بصالحك كما تحب وتشتهي هناك بعض الأشخاص اللي بحياتك ما بجلبولها غير الطاقة السلبية ستقدر إنك تميز صديقك من عدوك وستأخذ قرارات حاسمة مع أشخاص عايزين جداً ع قلبك وتنهي علاقتك فيهم من ناحية أخرى تزداد نشاطاتك على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس أب وأشياء من هذا القبيل وتطلق منشوراتك العديد من الإعجابات من الأصدقاء القدامى وأيضاً ستتعرف على أشخاص جدد ستتعرف على شخص ترتاح لصحبته تتحدث معه بأمور رائعة وتشعر إنه هو اللي رح يكمل نصك الثاني حاول قدر المستطاع إنه هذا الشخص لا تأخذ قرار فيه بشكل سريع عشان ما يحدث معك أي خيبة أمال مثل اللي حثت في الماضي فخذ وقتك بالتفكير قبل ما توافق على هذه العلاقة لأنه أعلم يا صديقي لما تكون بعلاقة فاشلة أو فيها خيبة أمال إنك بتضيع أهم أيام حياتك من ناحية وبتضيع فرص عاطفية كنت ستحصل عليها بإذن الله تعالى هناك خلاف بينك وبين أحد أفراد العائلة على أمر ما قديم كان مشترك مع بعض بسبب شخص سيزرع الفتنة بياناتك قد ما تقدر حافظ على هدوء أعصابك إذا حافظت على هدوء أعصابك اعلم أنه سيكون النجاح حليفك أنت السبب الرئيسي اللي بخليك أمراتا تأخذ قرارات غلط وتندم عليها اللي هو أعصابك وتتحكم فيك أمراتا لأنك شخص مندفع وبحال طبعك ما بتحب العوج أو أنه تلاقي حدا غلطان وما تحكيله بس اعلم أنه هذا الشخص اللي قلت له أنت غلطان أنه داخليا بزعل بفكرك زي اللي تتعالى عليه أو أنك أفضل منه وهيكا بصير الدور في رأس الشخص اللي أمامك بحافظة هدوء أعصابك لا إراديا بصير تحكي كلمات ممتازة جدا والشخص اللي أمامك يزداد إعجابه فيك أحب أعلمكم يا أصدقائي أنه أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر لما بيحالف الحظ هذه المرة وما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ تكون من أحد الرابحين معي بهذا القراءة وللتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات أما الأشخاص بتربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة بحاجة إلى نقاش بشكل مباشر نتناقش فيها أو متعرض للحسد أو السحر وعمال السفلية إن شاء الله بنلاقي لها حل ما في داء إلا بإذن الله تعالى في الدواء الشافي في الأمور الصحية تشعرون بعض الآلام والإرهاق الجسدي وحيانا وحيانا تشعر في اليأس هذا نتيجة تحركاتك الكثيرة بالآونة الأخيرة وأعمالك الإضافية وأيضا كرة نشيط في الأمور الاجتماعية مثل زيارة الأقارب والأصدقاء وأفراد العائلة هذا الموضوع خلاك تتعب وتشعب الإرهاق الجسدي أنت بحاجة مالسة إنك تأخذ إجازة يوم يومين وسعيتها بإذن الله تعالى تستعيد نشاطك وعافيتك من أول وجديد سعيتها تقدر تقوم بمهامك اليومية على أكمل وجه هناك شخص من الأشخاص المقربين من حولك هذا الشخص كالثعبان بحياتك وسيحاول صرقتك كيف يعني كالثعبان يا أصدقائي طبعا لهو الشخص اللي أمامك بكون كالملاك وبس تلف وجهك ما رح يتردد بغدرك يستخدم أسرارك كأسهم يرميك بها هذا الشخص يحاول سرقت شيء ثمين لك فحاول إنك تدير بالك على ممتلكاتك الخاصة في مثل جميل يا أصدقائي شو بقول المثل أمن ولا تخون يعني دير بالك على ممتلكاتك الخاصة وسعيتها عدوك بحتار فيك وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل مع محمد الزيان ترجمة نانسي قنقر